السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السحر الماكول ايه هي العلامات التي تدل على الاصابة بالسحر الماكول وهل اعراض السحر الماكول تختلف من شخص اخر وازاي ان انا اتخلص من السحر الماكول وهل فيه ايات او رقية شرعية اقدر ان انا استخدمها فاخلص من السحر الماكول ده اللي هنعرفه مع بعض فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وركز معي عايزك تعرف ان السحر من الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بها امة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الابتلاء عظيم جدا يصل لدرجة ان الشخص ممكن يعني سبحان الله يتفرق عن زوجته بسبب السحر او ربما ان تيجي فتاة يعني سبحان الله في حالة الخطبة وفيها جمال لا يوصف وتبصت لاي انه عمرها وصل 35 سنة او 36 سنة ولم ترتبط والسبب ان في سحر اتعامل نيها او ان في شخص تلاقيه كان موفق في التجارة وبيربح في التجارة بتاعته وفجأة تبصت لاي ان التجارة بتاعته اصبحت ان هي تنهار فتهالوا مع بعض نتكلم عن العلامات التي تدل على اصابتك بالسحر الماكول والمشروب وازاي ان احنا نعرف ان دية علامات السحر اول علامة من العلامات دية ان الشخص المسحور دايما بيعاني من رأسه فتبصت لايه دايما بيشتكي من صداع وانه الصداع ده بيكون صداع نصفي واحيانا بيمسك اخر الرأس وييجي الصداع ده يعني سبحان الله ما يخفش من عنده نهائيا مهما يخذ من ادوية عشان يتخلص من الصداع ما فيش اي فايدة خالص ولو خد اي دواء ما بيجيبش مع نتيجة ولو استمع لرقية شرعية برضو الصداع ما بيخفش بل بالعكس ان الصداع بيزداد عنده ثانيا تبصت لايه ان الشخص ده بيصاب مع الصداع بزغلالة في العنين فيكون كل الرغبة اللي موجودة عنده ان هو ينام وما يقومش من الفراش نهائيا ومهما اهله حاولوا ان هم ما يقوموه من الفراش يحس دايما ان جسمه يعني سبحان الله منهار وما عندوش اي قدرة على ممارسة اي عمل من الاعمال اللي كان بيعملها قبل كده بسهولة ويسر وطبعا الاهل هنا يعني سبحان الله بيقولوا ايه اللي حصل لابننا او ربما انك انت تفاجئي باللي حصل لبنتك ان انت كاسة واصبحت ان هي تنعزل وتعاني من الصداع وتعاني من الزغلالة دايما ولما تروح الطبيب ما فيش اي علاج للمشكلة اللي موجودة دي فدي من العلامات التي تدل على السحر ايضا من العلامات اللي تدل على السحر ان الانسان دايما المسحور يعاني من انتفاخ في المعدة والانتفاخ ده يعني سبحان الله بيكون في منطقة البطن خصوصا اعلى البطن كده يحس ان في غصة الغصة دي تلاهي راضية تطلع من البطن وفي نفس الوقت برضو مش راضية ان هي تنزل للأسفل فيحس كده كان فيه حاجة واكفة في زوره مهما يحاول ان هو يخركها ما فيش اي فايدة او اي نتيجة من خلالها يقدر ان هو يتخلص من الغصة اللي موجودة في معدته دي تاني علامة من العلامات اللي بتدل على الاصابة بالسحر المأكول تعالوا نتكلم عن العلامة التالتة وهي علامة يعني سبحان الله من علامات السحر ان الانسان اذا دخل الحمام يبص يلاقي نفسه بيجلس في الحمام لأوقات طويلة جدا ممكن تتراوح مثلا جلستك في التوالت لمدة ربع ساعة لمدة تلت ساعة وللأسف الشديد ما بتعرفش تعمل حمام وتيجي مثلا يمسكك امساك والامساك ده يظل في معدتك فترات طويلة جدا وهذا الامساك مهما تحاول انك انت يعني سبحان الله تتخلص منه ما بتتخلص بل يظل الامساك ده يعني سبحان الله مسكك اوقات تمتد يعني سبحان الله لدقايق طويلة اوي والايام طويلة جدا يعني ممكن يظل عندك ثلاث ايام ما تخشش الحمام ولو دخلت الحمام تبصت لان فيه اعلم كتيرة جدا ومش عارف انك انت تقضي حكتك تماما من العلامات اللي بتدلي عن السحر ايضا ولو انت متابع معه الحد هنا يرد انك انت تكتب لتم وتدوس لايك وتعمل مشاركة وتقول لي ايه العلامات اللي انت بتعاني منها او الاعراض اللي انت يعني سبحان الله بتشتكي منها عموما تعالى كلمك عن العلامة الرابعة من العلامات اللي بتدلي على السحر ان الشخص دايما يحس ان فيه الام في جسمه والالام دي يعني سبحان الله لا تتوقف نهائيا بل ان فيه الام مثلا على مستوى الرأس الام في الظهر الام في الركب والالام دي بتكون متنقلة ملهاش اي موضع سابت دية اعراض او علامات بتكون موجودة في الجسم بتاع الانسان اما بقى لو كان الانسان دي يعني سبحان الله متزوج فتبصت لاي ان هو عنده نفور شديد جدا من زوجته يعني معنا صح ما بيرغبش ان هو يبص في وشها نهائيا ودائما يكون الشخص داي يعني سبحان الله عنده كده حالة يعني من حالة النفور النفسي مش متقبل زوجته نهائيا ولا عنده رغبة في الزوجة ولا حتى عايز يتكلم مع زوجته خالص بل بالعبس تجد ان الشخص اللي مصاب بنوع السحر ده يعني عايز طول الوقت ان هو يكون قاعد بر البيت ومش مرتاح مع زوجته نهائيا وما بيروحش ولو قاعد في البيت 3-4 دقاي يحس ان هو مخنوق ومجرد ما يخرج من البيت يوصل لاني نفسيته حلوة وفرش وان ما فيش اي مشاكل خلص كان بيعاني منها ايضا عايز اقولك ان فيه علامات ايضا بتدلي على وجود السحر بين الاثنين المتزوجين ان الزوجة ما يكونش عندها رغبة في الزوج ولا الزوجة عنده رغبة في الزوجة ولا متقبلين اساسا انهم يشوفوا بعض الهائيا يعني سبحان الله ما بتكونش عايز تشوف شريك حياتك تشوف الموت او ما تشوفوش او بمعنى صح تحاول انك انت يعني سبحان الله ما تشوفوش قدامك خلص ولو شفتوا لده ايه معدودة تحس انك انت كاره مش عايز انك انت تتكلم معاني الهائيا ديت علامات بتدل على وجود السحر في الجسد والاعراض اللي انا ذكرتها ديت غالب المصحورين بيشتكوا منها فهل الاعراض ديت موجودة عندك كل شخص الاعراض اللي موجودة عنده يكتب له في التعليقات ايوة انا فعلا عند الاعراض اللي انت ذكرتها هنا بقى ياتي السؤال ازاي اننا تخلص من السحر اللي موجود في جسمي ده وازاي اننا يعني سبحان الله اعالج نفسي منه تماما اول حاجة عايزك تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم العلاج سهل جدا ويسير على من يسر الله عز وجل ذلك عليه والعلاج يمك من يعني سبحان الله في سورة طه سورة طه من الصور الجميلة جدا التي تقضي على السحر بكل انواع خصوصا ربنا سبحانه وتعالى يحكي فيها قصص جميلة جدا من اللي دار بين موسى وفرعون ومن اللي دار بين الصحراء وبين فرعون وانهم امنوا برب العالمين فسورة طه من الصور التي تقضي على السحر فان اردت ان تتخلص من السحر تماما وانك انت تزيل السحر ده من حياتك فقل لما عليك انك انت تقرأ سورة طه بتماع ثم بعد ذلك حتأتي عندي آية يقول الله عز وجل فيها وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُوا سَاحِرُوا وَلَا يُفْلِحُوا السَّاحِرُوا حَيْثُ أَتَى ألا عايزك انك انت تقرر لأيادية مقدار ما تستطيع وعايزك انك انت تكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى شفاءه يعني سبحان الله سيصيبك واذا انت كان عندك يقين وعندك ايمان في الله جل وعلا فربنا سبحانه وتعالى سيزين ما بك من ضر فالله عز وجل هو أرحم الراحمين لذلك كل إنسان أصيب بالسحر أو بيعاني من السحر يقرأ سورة طه على مية لمدة سبعة أيام ولما يجي عندك وليه تعالى وألق ما في يمينك تلقى في مصنع ويحاول انه يقرر الآية ديت مقدار سبع مرات إلى عشر مرات وكل ما قررت زيادة كل ما كان أفضل ليك وأطيب ليك وأسرع في موضوع العلاق ولما انتهى سبحان الله تقرأ السورة ديت وتقرأها على الماء عايزك انك انت تشرب من الماء ده وتجيب شوية زيد زيتون وتمسك الزيدة وتتهم به أطراف جسدك بالتالي كل الأنام اللي انت بتعاني منها ستزول منك بإذن رب العالمين حتى أيا كانت قوة الأعراض وأيا كانت قوة السحر فأنا عايزك تثق ان السحر ده سيزال من عندك تماما فكل إنسان يعني سبحان الله الأعراض اللي أنا ذكرتها ديت موجودة عنده يعلم علم اليقين انه مصاب بالسحر فلازم انه يبدأ بالعلاج اللي أنا ذكرته وإن شاء الرحمن ربنا جعلك مخرج لو عقبك المقتعد دوس لايك وعمل وشاركه وشاركه لأصحابك وصدقائك فالدالع الخير كفعالي دمتم فد في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر